في القوى تلفزيوني للفنان باسم صمرة تم عرض صورة للفنان محمد رمضان لكن رضي فعل الفنان باسم صمرة كانت غير متوقعة في بداية الفيديو لو انت مش مشترك في القناة انزل للوقت تشترك في القناة فعل زر الجرس ويميل لايك للفيديو وعلشان ما اطولش عليكم اخلش بالفيديو على طول الفنان باسم صمرة السنة دي رمضان 2023 قدم مسلسل باب المجال بمشاركة الفنان مصطفى شعبان والمسلسل حقا نجاح كبير جدا وكان من ضمن افضل طيبة مسلسلات في رمضان 2023 واثناء اللقاء سعليته المزيع عن اصعب حاجة وجهتهم اثناء تصوير مسلسل باب المجال رد عليها وقال لها النصب حاجة وجهتهم كانت التصوير الخارجي لان المغرج احمد خالد كان بيصير على تصوير مشاهد العمل فماكن حقيقي وبسبب حب الجمهوري الكبير لنا كانوا بيجي تلموا علينا لشان يتصوروا معانا وعلشان السبب ده كان التصوير الخارجي اصعب حاجة بالنسبة لنا واثناء اللقاء تم عرض صورة للفنان محمد رمضان والمزيع سعليته غراية كيف الفنان محمد رمضان رد عليها الفنان باسي مصامرة وقال لها صحبي وحبيبي وكان في مشروعه في رمضان بزمان كان يجمعنا ببعض بس للاسف ما حسدش نصيب وانا اعرفه من زمان اوي لان اول مرة يظهر فاق محمد رمضان عن تلفزيون كانت معايا وكان ساعة عامل طورة قوية هو شخص طيب جدا والببيض وعلاكتنا كويسة جدا ببعض ولما سألته المزيع انت ليه تحديته لنبال على نفسه نمبر وان رد عليها باسي مصامرة وقال لها انا قلت له تعالى نعم المشهد ونشوف مين فينا نمبر وان هو الصراحة جال البيت وتعشر مع بعض هو رجل محترم ولما طلبت منه المزيع يوجه نصيح للفنان محمد رمضان رد عليها انا مقدرش ننصحه لان هو بيدبر حياته بطريقته ومحمد طيب جدا وشخص بيحب الخر لغيره لكن كل شخص بيلاقي طريقة للدعاية لنفسه ومحمد رمضان شبه لعبة البوكس في امريكا ممكن تعمل استفزاز وممكن تعمل ترجته مشاهدات هو شايف تريه كده هو رجل ناجح وبالنسبة للنصيحة فمحمد رمضان مش محتاج نصيحة لكني بتمنى للتوفيق وكده انه كنا وصلنا لقيت الفيديو ما تنساش تشترك في القناة فضر الجرس وتعمل لايك للفيديو ليصلك كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته